موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام الى حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع وإياكم أهم ما تقوله مواقع الأخبار والصحف العربية الصادرة كل يوم البداية من واحدة من الأحداث المؤلمة التي تتعرض لها الصحافة في اليمن والتي أوردها موقع الموقع بوست وعنوان مراسل الجزيرة مباشر في تاعز يكشف تفاصيل الاعتداء على طاقم الفريق كشف مراسل الجزيرة مباشر في تاعز هشام الجرازي تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له طاقم الجزيرة من قبل مسلحي في منطقة صبر جنوب تاعز وقال هشام الجرازي كنا باتجاه تغطية معاناة الأهالي في قرى جبل صبر جنوب تاعز استوقفنا طاقم يحمل مسلحي وطالبوا بتسليم الكاميرات أضاف كانوا متوترين وكان من المتوقع إطلاق النار علينا في أي لحظة رغم أننا أوضحنا لهم من من نحن وأننا ننقل معاناة الأهالي ولسنا في موقع عسكري أو مناطق مواجهات تابع مراسل الجزيرة مباشر في تاعز حاولنا تقبل كل شيء منهم وضبط النفس ورغم تدخل الأهالي لكنهم لاقوا كيلا من الشتائم وعراكا بالأيدي ينقل الجراد عن المصور نائف الوافي حين حاول أحد المسلحين انتزاع كاميرته أطلق النار على علي أنا لم أفعل لك شيئا ولن أعطيك كاميرتي هكذا قال قضية الطفل طيف الرفاعي والتي وجدت مقتولة قبل أيام في شبوة تصدرت موقع عدن الغد وعنونا حول القضية ضبط متهمين في جريمة قتل الطفل طيف قالت التفاصيل أجهزة البحث الجنائي في محافظة شبوة نجحت في استكمال ملف التحقيقات حول مقتل الطفل الطيف الرفاعي التي لم تكمل ربيعها الثاني بعد تحقيقة مكثفة وبحسب مصدر مسؤول توصلت الأجهزة الأمنية إلى اعتراف منفذ جريمة قتل الطفل طيف بعد اعترافه بتنفيذ الجريمة وإدانة آخرين آخرين سبق وتم القبض عليهم من قبل رجال الشرطة من عنوين الموقع في ذات المحافظة مقتل شخصين وإصابة آخرين في انفجار عبوة ناسفة في منطقة المصينعة في شبوة العابة بمستقبل اليمن تحت هذا العنوان كتب السعودي حمود أبو طالب مقالا عن إحباط عن إحباط أعقب مشاورات الكويت وعن رغبة الميليشيا إطالة أمد الحرب وقال الكاتب تمخض جبل المفاوضات اليمنية في الكويت فولد مؤتمرا صحفيا هزيلا للمبعوث الأممي ولد الشيخ ليس فيه أي نتيجة معقولة أو حتى إشارة إلى شيء إيجابي سيحدث في المنظور القريب والحقيقة أن أي متابع مدرك لسير المفاوضات كان بإمكانه الوصول إلى هذه الحقيقة بناء على كل المؤطيات المتوفرة على أرض الواقع الأمم المتحدة حولت الإنقلابيين إلى فصيل سياسي شرعي بمجرد قبولهم كطرف مفاوض مع الشرعية في جنيف حين ذاك تغيرت المفاهيم وانقلبت الموازين لأن الحوثيين أصبحت بيدهم أوراق تعطيهم مبررا لتمرير أجندتهم وتعطيل الحلول الممكنة وكان يجب فهم ذلك مبكر لكن الأمم المتحدة أعطتهم فرصة أكبر بمفاوضات القويت التي كانت تجري بينما ميليشياتهم تمارس تخريبها في اليمن وتكثف التصعيد على حدودنا الجنوبية ولم يتورع ولد الشيخ من الذهاب لمقابلة علي صالح الذي هندس بعد المقابلة موضوع المجلس السياسي الأعلى لإدارة اليمن بالشراكة مع الحوثيين وكل ذلك والعالم يعرف عن وجود القرار 22-16 تحت الفصل السابع منذ وقت طويل لكنه لم ينفذ ولا يرد له أن ينفذ لا أحد يريد الحرب ولا يتمناها ولكن ما العمل عندما يستقوي المخربون والعملاء بسبب ضعف وتواطئ المجتمع الدولي ومنظمته الأممية التي تساهم في تعقيد المشاكل الآن نحن أمام واقع واضح لن يتم حله أبداً بمثل هذه المفاوضات العبثية التي تتحمل مسؤوليتها منظمة لا تقدم ولا تؤخر إلى موقع الاشتراك نت عنونا في صفحته الرئيسية جزيرة السقطرة تحتفظ بموقعها ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي وأكد وكيل محافظة أرقاب السقطرة لشؤون البيئة والتنمية عبد الجميل بن آدم سقطرة التي اختيرت عام 2000 في عام 2008 ضمن قائمة اليونسكو كموقع تراث طبيعي عالمي تمكنت من الحفاظ على موقعها العالمي رغم آثار الحرب وآثار إعصاري تشابالا وميغ والذين هددوا التنوع الحيوي الغني والفريد ما جعلها مهددة بوضعها ضمن مواقع الخطرة وأضف بن آدم هناك جهود مشتركة بذلها وزير المياه والبيئة ومحافظ الأرخبيل تكللت باحتفاظ سقطرة بموقعها العالمي الطبيعي ضمن مخرجات اجتماع لجنة التراث العالمي يتابع الموقع تبنت اليونسكو برنامج مواقع التراث العالمي المنبثقة عن اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ويهدف إلى تصنيف وتسمية المواقع ذات الأهمية الخاصة للجنس البشري والحفاظ عليها حيث تحصل المواقع المدرجة في هذا البرنامج على مساعدات مالية تحت شروط معينة موقع مصدر اونلاين كشف عن معلومات حول محاولة ميليشيا الحوثي وصالح اطفاء الشرعية على الانقلاب عنوان صالح والحوثيون يجهزون لاجتماع البرلمان بغرض اطفاء الشرعية على الانقلاب وقال مصدر في مجلس النواب رئيس مجلس النواب يحيى الراعي حضر إلى مقر المجلس واستلمه بشكل رسمي من ميليشيا الحوثي استعدادا لعقد جلسات يتم من خلالها محاولة اطفاء الشرعية على العملية الانقلابية وقال نائب في البرلمان المصدر اونلاين قيادات في حزب المؤتمر التابع للصالح دشنت منذ نهاية الأسبوع الماضي حملة حملة تواصل مع النواب المؤيدين للانقلاب والمقيمين خارج البلد واقنعت مجموعة منهم بالعودة بغرض حضور الجلسة التي من المقرر ان يحضرها اعضاء المجلس السياسي الذي اعلنه الحوثيون وصالح مؤخرا واشار المصدر الى ان اكثر من عشرين عضوا برلمانيا وصلوا الى العاصمة العمانية مصقط قادمين من القاهرة وعمان وسيعودون الى صنعاء خلال اليومين القادمين موقع يمن مونيتر ترحيل 150 من المهاجرين الاثيوبيين في اليمن تقول التفاصيل رحلت مصلحة الهجرة والجوازات اليمنية 150 مهاجرا غير شرعي يحملون الجنسية الاثيوبية الى بلدهم بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية وقالت المصلحة في بيان صحفي انه تم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الاثيوبيين عبر ميناء الحديدة الدولي واشهد البيان بتعاون منظمة الهجرة الدولية في المساعدة على اعادة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الى بلدانهم مشيرا الى ان هذه الدفعة من المرحلين هي الخامسة منذ شهر يوليو الماضي اليمن بعد مسار الكويت تحت هذا العنوان كتب نبيل البوكيري مقالا ونشره في صحيفة العرب الجديد وقال البوكيري اصبح اكثر وضوحا اليوم فشل مسار الكويت في البحث عن سلاما في اليمن لاسباب جوهرية تحدثنا عنها مرارا وتكرارا ولا حاجة لاعادة الحديث مجددا عنها وقد اصبحت معروفة وهي اننا اليمنيين امام عصابة تاريخية بكل ما تحمل كلمة العصابة من معنى ليس لها قيم وطنية او انسانية او دينية وبالتالي كان هذا المصير واضحا منذ البداية وليس منذ الانقلاب فحسب بل قبل ذلك بكثير مثل هذا المسار هو الذي يتكشف كل يوم ويتجلى بصورة اكثر وضوحا والتي لم ولن يكون اخرها اعلان الانقلابيين عن مسمى المجلس السياسي الذي يعد تكريسا واضحا لسلطة الانقلاب سلطة امر واقع بعد فشل محاولة شرعنته في مفاوضات السلام التي كان جل هدفها كيفية تحويل حالة الانقلاب الى سلطة شرعية معترف بها دوليا واقليميا وتمرير هذا المشروع بعض ضوئه الاخضر للانقلابيين منذ البداية حين تم ضمهم الى مؤتمر الحوار الوطني قبل عامين وبدون اي شروط كان يفترض توفرها قبل تسليم السلاح الذي صنع به هذا الانقلاب بعد ذلك وانقلب على الاجماع الوطني الذي خرج به مؤتمر الحوار الوطني حينها الجديد في مسار هذا التحول بعد ظهور فشل مسار الكويت بعد تقديم كل التنازلات السياسية من الشرعية اليمنية والتحالف العربي تحديدا لأدوات المشروع الايراني في اليمن والمنطقة العربية كلها كان الاعلان عن تشكيل مجلس سياسي في رسالة واضحة للجميع في المقدمة المملكة العربية السعودية ان ايران وادواتها لا زالت رقما صعبا في اليمن لا يمكن تجاوزها من دون رؤية حقيقية تتجاوز كل تفاصيل السياسة واوهامها وتناقضاتها التي تؤخر واخرت تحقيق الانتصار في اليمن مدرسة في عدن تعيد امتحان طلابها هذا ما اورده موقع عدن تايم وعلق الموقع اعادة امتحان اللغة العربية في مدرسة في عدن ومديرها يشكو وجودا غير مبرر لاولياء الامور قالت التفاصيل قرر مدير عام مكتب التربية والتعليم في عدن محمد الرقيبي اعادة امتحان مادة اللغة العربية في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2015 حتى 2016 في ثانوية محمد عبدغان بخور مكسر على اثر خلاف مع احد الطلاب يضيف الموقع مدير المدرسة اشتكى من الوجود غير المبرر لاولياء الامور اثناء سير الامتحانات وبرر ذلك في ظل غياب رجال الامن في هذه الظروف الحرجة طالب مدير ثانوية غانم الجهات المسؤولة توفير الامن اثناء سير الامتحانات مستقبلا ليتزنى للطلاب خوضها بامان مشيرا الى تذليل الصعوبات التي رفقت اجراء الامتحانات اقدم احد الصيدين في سيرا على استياد واحدة من انواع الاسماك المحرم محليا ودوليا استيادها الدلفين اثار ذلك ضجة وسخطا في عنن موقع الصهاريج نيوز نقل عن مستشار جمعية صيد خليج سيرا تأكيداته ان الحادثة وقعت بالخطأ ولم يكن متعمدا وقال المستشار حادثة استياد الدلفين في بحر سيرة كانت بشكل عرضي وغير متعمد من قبل الصياد مضيفا الدلفين مات في البحر واضطر الصياد الى اخراجه من البحر كي يتجنب التلوث الذي سيحدثه موته للحفاظ على البيئة البحرية وتمت الاستفادة منه كطعم للأسماك الاخرى اكد هاشم ان الصيادين يعرفون تماما ان هناك انواع معينة من الاسماك يمنع استيادها وهم ملتزمون بالقوانين قوانين المنظمات الدولية البحرية مشيرا الى ان الدلفين من الاسماك التي لا يؤكل لحمها وان الناس يعون تماما هذا الشيء ولهذا لم يكن الصياد متعمدا استياده مؤكدا ايضا انه منذ عشرات سنوات لم يتم استياد اسماك ممنوع استيادها في بحر صيرة وكانت عدد من المواقع الاخبارية نقلت عن اهالي في عدن سخطهم عندما شاهدوا الدلفين مقتولا ومعروضا للبيع في عدن وقبل مطالعة ما تقوله الصحافة العربية الصادرة في اعدادها اليوم فاصل قصير ونعود ابقوا معنا مرحبا مجددا مشاهدين الى جولة الصحافة العربية في اعدادها اليوم والبداية من صحيفة الرأي الكويتية والتي عنوانت وقالت انهيار مفاوضات اليمن يطيح باحتمالات التسوية القريبة في لبنان وقالت الصحيفة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يدرك كسائر الزعماء السياسيين ان المعطيات الخارجية لا تسمح اطلاقا بالرهان على اي تطورة ايجابية من شأنها التأثير على الازمة اللبنانية خصوصا بعدما سقط الرهان على تسوية في اليمن كانت الاقرب الى جعل لبنان يتأثر بها لانها تتصل مباشرة بالصراع السعودي الايراني حد التعبير الصحيفة والتي عنونت ايضا بخصوص الحرب في اليمن طيران التحالف يغير على مواقع الحوثي عفوا كان ذلك مرتبطا بالعنوان في اعلى الصفحة الى عنوان اخر عن صحيفة البيان الاماراتية تابعة تطورات الميدان وعنوانت التحرير موعدنا ذلك يشل حركة تعزيزات التمرد تقول الصحيفة في التفاصيل اشتعلت جبهة القتال في اليمن بأعنف حملة قصف جوي زادت على ثمانين غارة شنها التحالف العربي على مواقع الانقلابي في تاعز وحجة وصنعاء وصعدة غدت تعطيل التمرد التوقيع على اتفاق سياسي ينهي الازمة في اليمن فيما تواصلت حملة الجيش اليمني التحرير موعدنا شرق صنعاء تضيف الصحيفة كثف التحالف العربي غارته على مواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع غدت تعليق مشاورات الكويت وتركزت العمليات على الحدود مع المملكة العربية السعودية في محافظتي سعدة حجة بتنصيق تام مع قوات الشرعية بالتحرك أيضا المتزام على عدد من الجبهات بغطاء جوي من التحالف العربي لشل قدرة المتمردين على تعزيز جبهاتها ولمنعها من نقل القوات من جبهة هادئة إلى أخرى مشتعلة صحيفة الخليج الإماراتية نقلت عن خبير أمريكي أن ميليشيات الحوثي غير الناضجة سياسيا هي التي تقف وراء ما تشهده الساحة اليمنية من أحداث اليوم منذ دخولها إلى صنعاء في سبتمبر عام 2014 مستبعدا أن يقوم الحوثيون بتسليم السلاح للدولة اليمنية وإن كانت بسلطة جديدة أضاف شينت الحوثيون مشابهون في سياستهم القمعية لنظام المخلوع صالح حيث أن ميليشيات الحوثي اعتقلت المعارضين السياسيين واحتجزتهم لعدة أشهر ودمرت ممتلكاتهم الخاصة وهي ليست متمرسة وترتكب العديد من الأخطاء السياسية قال أيضا الخبير الأمريكي تعنت الحوثيين والمخلوع صالح يجعل من إيجاد تسوية قريبة واضحة صعما للغاية حيث أن اليمن بحاجة إلى إعادة إنشاء دولة جديدة ولبناء هذه الدولة يتطلب وجود سلطة تستطيع أن تشرف عليها وميليشيات الحوثي ليست مؤهلة لذلك أباء الثورة المضادة تحت هذا العنوان كتب بدر الإبراهيم مقالا ونشره في العرب الجديد وقال الكاتب عندما نسمع عبارة الربيع العربي تتبادر إلى أذهاننا الثورات والانتفاضات التي انطلقت قبل خمس سنوات ونيف وعلى الرغم من أن الكلمة تبدو غربية الطبع ضمن الربط الإعلامي الغربي بين ما يجري في الوطن العربي وما جرى تاريخيا في أوروبا إلا أنها راجت عربيا وبات يستخدمها معظم من يتحفظون على حمولتها وصار لها دلالة واضحة ترتبط بالثورات التي قامت من دون عنوين إديولوجية أو قيادة حزبية بعدما تراكمت عوامل الفجل في الدول العربية وتآكلت شرعية الأنظمة فيها كان الربيع العربي لحظة انفجار غير منظم قاده من ليس جزءا من المعادلة السياسية التقليدية أي الذين لا ينتمون للنظام أو أحزاب المعارضة المعروفة وإن لحقت بهم تلك الأحزاب بعد ذلك من دون أن تنجح في صبغ التحرك برؤيتها أو بتشكيل قيادة منفردة أو توافقية لهذا الحراك الثوري لهذا الربيع أسباب أدت إلى ولادته كما أن له شعارات عامة تتمثل في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وربما يكون مطلب الخبز أكثر الحاحا لقطاعات واسعة من الجماهير المنتفضة لكن الإعلام والمعارضة والثائرين الشباب زخموا جزئية مناهضة الاستبداد في هذا التحرك فيما أهمل مسألة العدالة الاجتماعية وتغيير نمط الاقتصاد السائد بوصفه أساسيا في معالجة جذور الأزمة لكن هذا بحث آخر صار للربيع عنوان رئيس وهو الديمقراطية والتعددية في مقابل الاستئثار وحكم الفرد صحيفة القدس العربي قالت إن هناك عدة أسماء مرشحة لخلافة الكويت في استضافة الجولة المقبلة من المشاورات اليمنية ورجحت بعضها أن يتم التوافق على الدوحة التي لديها رصيد في هذا المجال وقادت جولات حوار دولي عدة ولم تؤكد مصادر مسؤولة في قطر الخبر لكنها أيضا لم تنفه حتى الآن ليبقى كأحد الاحتمالات الواردة وجاء هذا في إطار لقاء جمع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز السعود في مقر إقامة الملك سلمان في مدينة طنجة المغربية وتأتي هذه التفاعلات على ضوء انتهاء جولة المشاورات التي استضافتها الكويت وإعلان الوسيط الأممي إسماعيل ود الشيخ أحمد تعليقها دون تحقيق أي اختراق على أن يتم استئنافها في غضون شهر في مكان يتفق عليه لاحقا صحيفة الشرق الأوسط عنوانات أيضا في إحدى صفحاتها قالت يمنية سرقت في إسرائيل قبل 67 عاما بعد فحص طبي في التفاصيل رغم عمرها الذي تخطى الثامنة والأربعين فإن يونا يوسف لا تزال تتمتع بحيوية ونشاط كبيرين تشوع عينها بريقا عندما تتحدث عن أطفالها التسعة وعن أحفادها الكثيرين لكن إن سألتها عما حدث منذ 67 عاما عندما وصلت هي وعائلتها إلى إسرائيل قادمين من اليمن فإن عينيها ستدمعان وتتذكر المرأة اليمنية اليوم الذي استحبت فيه أختها التي لم يتعد عمرها أربع سنوات لكشف روتيني للوافدين الجدد لم يكن عمري قد تعدى الخامسة عشرة عندما استحبت سعدية إلى عيادة الطبيب وفي العيادة طلبوا مني العودة إلى البيت وترك الطفلة على وعد بإعادتها للبيت لاحقا لم أكن أدري شيئا فقد كنت أنا طفلة أيضا تضيف الشرق الأوسط ولم ترى يونى شقيقتها بعد ذلك شأنها شأن غيرها من المهاجرين في ذلك الوقت عاشت يونى وعائلتها في معسكر استقبال بعد وصولهم إلى إسرائيل عام 1949 تتابع الصحيفة على مدار السبعين عاما الماضية اعتاد الإسرائيليون سماع حكاية المهاجرين اليهود من مختلف الدول العربية ممن يقولون إن أطفالهم اختفوا أو ربما اختطفوا في نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينات من القرن الماضي بعد وصولهم مباشرة إلى إسرائيل وبالشان الاقتصادي عنوانت صحيفة العربي الجديد مياه الأمطار تحاصر الأسواق اليمنية وتوقف الباعة المتجولين تقول العربي تسببت الأمطار الغزيرة والرعدية التي تهطل منذ أسبوع بلا توقف على العصيمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في البلاد بركود في الأسواق التجارية المنتظمة فضلا عن تعثر عشرات الألاف ممن يمتهنون البيع عبر التجول في الشوارع وقال تجار وباعة إن الأمطار أدت إلى تراجع حركة البيع والشراء وتوقف ميهن عديدة حيث يفضل الناس المكوث في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة وتوقع مركز الأرصاد اليمني استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء على معظم محافظات اليمن وخاصة على سلسلة المرتفعة الجبلية وحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية ومن تدفق السيول خلال الأسبوع الجاري عن واحدة من أسوأ الليالي التي عاشها شباب الثورة في صنعاء وعن معرفتهم بأن المركبة بدأ يحيد عن الدرب كتب سلمان الحميدي عن تلك الليلة المعتمة والممتلئة بالزغاريد زغاريد ستدمر البلاد فيما بعد ويقول سلمان في أجزاء من مقاله المنشور في يمن مونيتر عشت في مكتب تابع لصحيفة كما يقولون كنا نناظل في سبيل الثورة بجهاز لابتوب واحد تقيل من الجيل الثاني وكان في حوش مكتبنا شجرة عنب نسقيها كل أسبوعين تتدلى منها العناقيد فنقطفها حامضة في الظلام كي لا نؤذي جيراننا كان أحد جيراننا يسكن في الطابق الثاني الملتصق بحوش شجرة العنب ونوافذ منزله تطل على الحوش تماما عشنا لا نعرف أحدا ولا يعرفنا أحد نقرأ ونناظل نبتهج ونتشفى نعلق ونطفء الجهاز ليبرد في ليلة ما عشنا الرعب على حقيقته في تلك الليلة الوحيدة اشتعلت صنعاء فجأة أصوات النار من كل مكان لأول مرة نسمع النار على تلك الشاكلة خفنا انطفأ الضوء من بيت جارنا فتحت النسوة النوافذ طفقنا يطلقنا الزغاريد الشامية التي نسمعها في المسلسلات صوت سق في غرفتهن كان يحتز إحداهن طلت من النافذة تزغرد هربت وصاحبي إلى الصالة تركنا اللووتوب يحن واحدا وشجرة العنب والتعليق الأخير مزارت أصوات الرصاص مشتعلة خرجنا إلى ساحة المعتصمين أمام الجامعة سألناهم بوجل قالوا لنا بأن علي صالح عاد عاد من الرياض بعد رحلته العلاجية وشكر الملك وصلنا إلى ختام حلقة كوشك الصحافة لهذا اليوم وحتى ألقاكم في أمان الله وحفظه وأترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر